السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حبايب قلبي يا رب تكونوا بصحة وخير كتير مننا بيبقى نفسه كده يوصل للمكارونة بتاعة العزومات يوصل للطعم والريحة وخصوصا مكارونة الأفراح اللي على طول بتشدينها طعمها ورحتها يطرى معمولة ازاي؟ يطرى معمولة من ايه؟ لو انتوا تابعتوا الفيديو بتاعي دا للاخر هتعرفوا مكارونة العزومات والأفراح سهلة جدا بسيطة جدا خطوات وتركات لو مشيتي وراها صح هتطلعي أحلى صنيت مكارونة ببشامل مزبوط بمقدار ومعيار مزبوط جدا الأول كده سمعونا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واشتركوا في قناتي ايموتشانل لو لسه مشتركتوش حطوا لايك للفيديو وشيروه مع اللي نفسكو تاكلوا معهم المكارونة الأمر دي يلا بننسمي الله ونشوف الطريقة والمأدير في الأول كده خالص أنا هعصج اللحمة أنا كان عندي نص كيلو لحمة متعصجة في الفريزر فأنا هعمل كيلو مكارونة هعمل عليه كيلو من اللحمة المعصجة كنت معصجة نص كيلو محطوط في الفريزر زي ما اتفقنا وهعصج نص كيلو تاني دلوقتي طاصة على النار دفت فيها أربع معالي زيت زيت مش سمنة ونزلت بحوالي ثلاث بصلات كبار مفرومين في الكبة اديتهم تشويحة وبعد كده هبدأ أسلق المكارونة المكارونة معايا كيلو كامل حطيت كده حل على النار فيها شوية زيت شوية ماية كده يغلو ورشة ملح تمام أول ما الماية ما بتغلي بنزل بالزيت وبنزل بالملح الزيت معلقتين كبار بس أول ما بتغلي بنزل بالمكارونة تمام بديها كده تقليبة أنا زي ما قلتلكم استخدمت كيلو من المكارونة كان كل كيسا استخدمته 350 جرام تمام كده استخدمت 3 كاس معايا هنا بقى البصل يدوب دبل معي أنا مش عايزة يتحمر مش عايزة يصفر مش عايزة ياخد لون أبدا أول بس ما يدبل كده وحس إن الميا بتاعته بدأت تنشف فيه فورا بضيف مص كيلو اللحمة هنا أنا معلية النار ما بعملش اللحمة المعصجة على نار هادية أبدا التوابل اللي بضيفها ما بضيفش توابل كتير هو توابل اتنين تابل وبس كنت أقول هنا توابلين وبس اللي هضيفه هو فلفل اسود والسبع بهارات السبع بهارات دي في حد ذاتها هي تابل هي بتبقى مخصوص لللحمة التشويح لللحمة بيبقى على نار عالية مع التقليب المستمر علشان تطلع مفلفلة معاكي تمام كده عصقنا اللحمة وركناها هضيف عليها كمان نص كيلو اللحمة الأولاني علشان يسخن وهبدأ أحضر البشاميل للبشاميل اللي هحتاج أربع معالق سمنة كبار أو زبدة أو تقدر تعمليها بنص كباية زيت زي ما تحبي ضفت أدهم دي اي يعني أربع معالق كبار ضفت عليهم أربع معالق دي اي كبار المعلقة اللي أنا مستخدمها هنا هي معلقة المغرفة مش المعلقة بتاعة الأكل يا بنا تمام على نار متوسطة بقى أول ما سامنا بتسخن معايا بضيفة دي اي وبفضل أشوح فيه لمدة خمس دقايق أنا عايزة ريحة الدقيق وطعمه يخرجه منه أنا مش عايزة أحس أن أنا وأنا باكل البشاميل أحس كده أن هي فيها طعم دقيق أو باكل دقيق تمام بهد النار بعد ما بشوحه لمدة خمس دقايق ما بياخدش لون وفاكرين طبعا المكارونة اللي بتتسلي باخد من مية السل بزود معايا البشاميل مع الضرب المستمر في الأول كده هاخد من مية سل المكارونة هضيف على الدقيق بعد ما حمرته وهضرب كويس جدا وبعد كده هضيف لتر كامل من الحليب هضرب كويس جدا بالمضرب اليدوي أو بالمضرب الكهرباء زي ما تحبي أنا هكمل بالمضرب الكهرباء بصراحة تمام لأن حسيت أن الخليط تقيل وكتير فكملت بالمضرب الكهرباء اللي هو الهند بلندر المية اللي بزودها حاجة من الاتنين يا بزود شربة يا بزود من مية سل المكارونة تمام كده أنا بالنسبة لي بفضل المية بتاعة سل المكارونة وده اللي أغلبية الطبخين بيعملوه سواء في العزمات أو في الأفراح بيزودوا من مية سل المكارونة لأن بيبقى كلها نيشة فبتساعد أن البشاميل اللي يكون متماسك وطالع كريمي أكتر معك فأنا بحبها جدا ضفت كمال رشة من الفلفل الأسود ورشة من الملح حسب الزو شايفين منظر البشاميل اللي عامل إزاي شكله وقوامه عاملين إزاي كريمي جدا فوق ما تتخيله تمام أول ما بيغلي معي بطفي عليه النار أنا زودت حوالي قد إيه من مية سليق المكارونة حوالي لتر منها يبقى لتر حليب عليه لتر من مية سليق المكارونة بعد كده شغلت الفرن بتاعي أسخن على درجة حرارة 200 حضرت الشبكة في الرف اللي في الوسط وبعد كده جهزت معي هنا صنيتين واحدة مقاس 32 وواحدة مقاس 30 فردت فيهم كده الأول طبقة من البشاميل المكارونة كنت صفتها خلاص وديتها كمان غسلة بشوية مية من الحنفية يعني شطفتها بعد السل تمام أنا عايزها كده تبقى مفلفلة معي بعد كده بعد ما ضفت طبقة من البشاميل في أرضية الصواني ضفت طبقة كده من المكارونة وبعدين غطيت كده برضو بشوية من البشاميل وبعد كده نزلت كده بيهم على اللحمة وبدأت أفردها بالشكل اللي احنا شايفينه ده شايفين حلوة ده بس الإضافات اللي أنا ضفتها والتوابل هم ما بيستخدموش أكتر من كده هم عمرهم ما هيعملولك حاجة مكلفة فوق اللازم مع مجهود كبير لا هي دي بكل تفاصيلها بكل تكتها بكل لمساتها البسيطة هي تكاية المياه بتاعت سليق المكارونة كنت أقول سليق كرومب عايز أقولكم أن أنا قلتها قبل كده وحزفتها الكرومب واخد عقلي بعد كده ضفت كده شوية من البشاميل فوق اللحمة وفردت شوية من المكارونة وهبدأ أغطي بلاش تعمليها في صانية ديقة لا خلي الصانية كل ما كانت واسعة معاكي كل ما كانت الطبقات رؤيئة معاكي كل ما كانت مدياكي خرطة مكارونة حلوة وسهلة وبسيطة ومتمسكة تمام أنا هقطعها معاكو كمان وهي سخنة وهتشوفوا قد إيه هي متماسكة ومعايا حتة واحدة قطعة واحدة كده تمام هبدأ أغطي كده برضو هقول لكم بقى على تركاية حلوة قوي هنغطي بيها وش المكارونة من غير جبنة رومي ومن غير جبنة متزرلة برضو بتتعمل حلوة قوي بضاية حطيت عليها معلقتين من الزيت معلقتين كبار من الزيت رشة من الملح ورشة من الفلفل الأسود هضربها كويس جدا عايزة البضاية كده تدخل معايا في الزيت كويس جدا البضاية دي ممكن تعمل معايا لحد أربع ثواني يعني تقدر تدهيني بيها أربع ثواني أنا هدهم بيها الصينيتين كفاية يعني بضاية واحدة نقدر نعمل بيها أربع ثواني من الزواني دي بصوا أنا حطيت نص الخليط ونص الكمية على الصينية كده وفرتها بفرشة الده وفرت النص الثاني أهو وهدخلها فرن في الرف اللي في الوسط على درجة حرارة 200 لمدة ربع ساعة وبشغل عليها الشواية لمدة لحظات أو لحد ما بتحمر معايا ده بقى شكلها بعد ما خرجت معايا بصوا لسا سخنة يعني هي لسا اللهم بارك سخنة معانا تمام؟ أنا بقطعها بلزباتيولة زي ما قلتلكو هي خفيفة وطبقتها خفيفة إحنا بنحبها والبشاميل الكريمي لسا تمام؟ أنا الصينية دي كنت بقطعها علشان خاطر هي دي اللي هتخرج معايا في الأطباء تمام؟ بصوا بلزباتيولة قطعناها بلزباتيولية مش بستهلة سكينة علشان الصينية ما تبصش معانا وما تتخربش معانا الناس اللي سألتني على الصواني دي دي صواني جرانيت تمام؟ تعالوا بقى نطلع كده قطعة منها بصوا متامسكة ولسا اهيه سخنة وزي الفل بصوا عاملة ازاي؟ حاجة كده في منتهى الجمال شايفين الطبقات قد ايه رؤيئة؟ قد ايه خفيفة قد ايه بسيطة؟ حتى كمان اللحمة باينة فيها مع ان انا عاملة كيلو مكرونة على كيلو لحمة مفرومة ده بقى فيديو النهاردة اكتبوا لي تعليق حلو من تعليقاتكم اللي بتشجعنا اشوفكم على خير ومع السلام